حوار القاهرة مع عمر عبد الحميد مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار القاهرة في الفقرة الأولى نناقش الأزمة القديمة الجديدة بين مصر والسودان وهي قضية حلايب وشلاتين وفي الفقرة الثانية جولة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لمعرفة الجديد في دورة هذا العام وتأثير الطقس والحالة الاقتصادية على حجم الإقبال الجماهري نبدأ فقرتنا الأولى عن أزمة مثلث حلايب وشلاتين الذي يقع في أقصى الجنوب الشرقي لمصر عند الحدود مع السودان وربما لهذا السبب أصبح محلا للنزاع بين القاهرة والخرطوم وهي الأزمة التي تتجدد بين فترة وأخرى مع تكرار تصريحات المسؤولين السودانيين بأن المنطقة سودانية رغم تأكيد مصر أنها تخضع لولايتها الكاملة وأنها تقع داخل الحدود المرسمة بين مصر والسودان التي حددتها اتفاقية الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا عام 1899 قبل عامين قررت الحكومة المصرية تحويل حلايب إلى مدينة كما اعتبرتها دائرة مستقلة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وخصصت لها مقعدا في مجلس النواب وهو نفس الشيء الذي فعلته الخرطوم في انتخابات عام 2010 ومع كل تجدد للأزمة تلوح الخرطوم باللجوء إلى التحكيم الدولي لإثبات حقيتها في المنطقة فيما تكتفي القاهرة برد رسمي حينا يؤكد ملكية المثلث وعدم التفاوض عليه وأحيانا بالصمت وعدم الرد فإلى متى تستمر هذه الأزمة بين الجرين وما السبيل إلى حل يرضي الطرفين تساؤلات عديدة أطرحها على ضيفي هنا في الستوديو أستاذ القانون الدولي في الجامعات المصرية الدكتور أيمن سلامة وعبر الأقمار الصناعية من الخرطوم رئيس تحرير جريدة التيار السودانية الأستاذ عثمان مرغني أهلا وسهلا بضيفي الكريمين أبدأ معك دكتور أيمن لماذا رفضت مصر في عهد مبارك وفي السنوات الماضية حتى كل الحلول التي قدمها السودان من التحكيم الدولي إقامة منطقة تكامل بين الجانبين في المنطقة التوصل إلى تسوية سياسية تؤدي إلى حل حلة هذه القضية لماذا ترفض مصر؟ التحكيم الدولي القضاء الدولي حتى الوسائل الدبلوماسية من مفاوضات توفيق تحقيق وساطة لا تكون إلا على خلاف قانوني ما بين الأطراف ولكن حينما تكون هناك اتفاقيات دولية كما أشرتهم اتفاقية المسمى باتفاقية السودان ما بين بريطانيا ومصر والسودان في ذلك الوقت كان السودان المصري البريطاني حتى الأول من يناير 1956 بتنص على الحدود الخط الفاصل الحاسم القاطع المستقيم حتى البحر الأحمر هو خط عرض 22 وليس خط عرض 24 كما يقول الجانب السوداني خط عرض 22 الجانب السوداني بيزعم أن في المثلث فقط هذا الخط انحرف شمالا ومبعث ذلك هو 1902 أن مصر نتيجة مطالب إنسانية إغاثية للقبائل الموجودة العبادة المشارية جعلت السودان إداريا مسؤولا عن المثلث إداريا تفضل طيب أنا بس عايز أروح لضيفي في الخرطوم الأستاذ عثمان مرحبا بك مرة أخرى أستاذ عثمان وأنا أعد لهذه الحلقة يعني لفت النظر تصريحات وزير الخارجية السوداني دكتور إبراهيم الغندور الذي يقول فيها ستظل قضية حلايب وشلاتين شوكة في خاصرة العلاقات بين السودان ومصر لماذا تطفو على السطح هذه القضية من حين لآخر من الجانب السوداني نعم يعني هي ليست تطفو من حين لآخر بل في تقدير أنها ستظل طافية بصورة مستمرة لأسباب أعتقد أنها في الجانب الآخر في مصر لا تتفهمها مصر بصورة واضحة بصورة يمكن أن تنظر فيها إلى ما ينظر به السودان إلى هذه المشكلة هذه المشكلة ربما في شكلها الظاهري هي قضية سيادة على أرض معينة مختلف عليها لكن في الحقيقة الآن في السودان هي تحولت من قضية سيادة إلى قضية شرف يعني الآن تحركت بصورة أصبحت ليست قضية حكومة بقدر ما هي قضية الشعب الآن ربما لو يعني أتعبت الحكومة المصرية نفسها وحاولت أن تجري استقصاء لواقع هذه المشكلة وتأثيرها على أرض الواقع في داخل السودان لو وجدت أنها أصبحت قضية خطيرة للغاية يعني هي أصبحت الآن واحدة من منقصات العلاقات بين البلدين حتى ولو سلمت من التوترات المباشرة بين الحكومات ستظل هي على المستوى الشعبي واحد من أكثر الملفات تعقيدا ليس لأنها فقط قضية النزاع على أرض مساحتها لا تزيد عن 20 ألف كيلومتر بل لأنها تحولت إلى شعار سياسي وإلى واقع حتى مهما كان أي حزب سياسي أو أي رجل سياسي داخل السودان لا يستطيع أن يغامر بمستقبله السياسي بالتحاول اسمح لي في هذه النقطة تحديدا أستاذ عثمان هل نفس المسألة تنسحب على قضايا أخرى مشابهة حضرتك تقول أن القضية تحولت إلى قضية شرف في الشرع السوداني هل نفس المسألة أيضا تنطبق على أراضي أخرى سودانية في الأصل استولت عليها إثيوبيا كينيا يعني عندك مثلا الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى منطقة شرق نهر ستيت في إثيوبيا مثلث علمي في كينيا هل نفس المسألة تسمى في الشرع السوداني بقضية شرف أشكرك جدا هذا السؤال ممتاز جدا أنا أعتقد أنك فعلا استوعبت النقطة التي ذكرتها لأن هذا السؤال فعلا هو الذي يجب أن نطرح لماذا لا تعامل بقية القضايا قضايا الحدود العالقة بين السودان وبعض الدول الجوار بنفس الحساسية السبب طريقة التناول التداول لتلك المشاكل معنى ذلك أنه في قضية حلايب التحديد حدث خطأ خطأ استراتيجي ضخم من جانب الجانب المصري هو الذي أدى لوضع هذه القضية وتحريكها من قضية سيادة إلى قضية شرف لأنها قبل ذلك قبل الخطأ المصري لم تكن قضية شرف كانت قضية ربما سيادة كما تماما كما هو الخلاف مع إثيوبيا في أراضي الفشقة وقبل ذلك قبل انفصال جنوب مع كينيا وبعض الدول الأخرى التي لدينا معها نزاعات حدودية لكنها لم تصل إلى هذا المستوام الحساسية لكن هنا التناول التداول والتعامل مع هذه القضية من جانب المصري حرك هذه القضية بشكل حرج وحاد جدا في الاتياه الذي جعل منها الآن قضية ربما تمثل فعلا هي شوكة في خاصرة العلاقات بين البلدين كما قال السيد إبراهيم محمود طيب المسألة مسألة تناول من الجانب المصري كما قال ضيفنا في الخرطوم لماذا تتناول الحكومات المصرية المتعاقبة هذه القضية بهذه الطريقة التي ربما تؤشر على أن العلاقات المصرية السودانية ستبقى متأزمة حتى رغم الابتسامات أمام العدسات الكاميرات دعنا من النواحي حتى السياسية أنا لا أعتقد فعلا أن هذه القضية ستثير مشاكل كبيرة أو أزمات أنا لا أسميها أزمة لأن الحكومة المصرية تحديدا منذ حتى عام 1899 إبان توقيع هذه الاتفاقية لأنا أشرت إليها لديها عقيدة راسخة أن حلايب شلتين أبو رماد هي أراضي مصري وإذا كان هناك ادعاءات بالشرف والكرامة والهيبة في أي دولة لدى حتى أشقاءنا في السودان فهي ذات المسألة لسائر الدول مسائل الحدود هي فعلا مسائل شرف وعزة وكرامة جمهورية مصر العربية 1958 تحديدا في عهد الرئيس ناصر حينما قامت السودان ولأول مرة لأول مرة بإصدار قانون بإجراء الانتخابات هناك فيه هذا المثلث جمهورية مصر العربية أصدرت احتجاج رسمي وأرسلته إلى الحكومة السودانية 1958 وإلى الأمم المتاح سيد الكريم الضيف الكريم يعلم تماما حين استقلت السودان في غرة يناير 1956 أرسلت وثيقة الخريطة الدولية ومصر تحسم الخط الحدود أنه الخط عرض 22 مصر 1958 احتجت في بيان رسمي إلى السودان وإلى منظمة الاتحاد الأفريقي ومنظمة الوحدة الأفريقية أرسلت مبدأ قانوني راسق إن لكل احترام أشكرت احترام الحدود الموروثة منذ الاستعمار وهو مبدأ قبل أن يكون أفريقي هو مبدأ لاتيني دول أمريكا لاتينية إذن هذا المبدأ ملزم أستاذ عمر إلى مصر وملزم أيضا إلى السودان هناك اتفاقية دولية الدول ذات السيادة والسلطان بتلتزم باتفاقيات القانون وفي نقطة مهمة جدا أن الخرايط حتى المزعومة في السودان هي خرايط إدارية والخرايط لوحدها بمفردها حتى إذا كانت حدود سياسية لا تستطيع أن تثبت حقه أو سند لوحدها أستاذ عمر لابد من أسنين أخرى قانونية على ماذا تستند إذن السودان على ماذا يستند تستند الخرطوم أستاذ عثمان إذا كانت المسألة مسألة التحكيم الدولي ربما كما يقول ضيفي في القاهرة لم تعطي حق حلايب للسودان نعم إذا كان منطق الحكومة المصرية كما ذكر ضيفك الكريم في القاهرة وإذا كان هناك مثل كل هذه الآسانية وضعت على الطاولة ثم أصبح بعد ذلك مثار النقاش بين الطرفين إما ثنائيا أو تحت تحكيم أو أي صورة من سبل التفاهم حولها كانت هنا ستظل قضية نزاع سيادي يمكن الوصول فيه الاتفاق كما حدث في كثير من دول العالم الأخرى لكن النقطة التي أنا أعتقد أن كثير من الذين يتحدثون من جانب مصري يحاولون القفز فوقها ويحاولون تجنب إسارتها الطريقة التي دخلت بها مصر إلى هذه المنطقة هذه المنطقة حتى التسعينات من القرن الماضي كانت تحت السيادة السودانية فجأة وبين ليلة وضحاها دخلت القوات المصرية عنوة واقتدارة بقوة السلاح إلى هذه المنطقة واستطاعت تحريك القوات السودانية خارج هذه المنطقة هذه هي النقطة التي أشير إليها بمعنى أن الحلايب وضع اليد عليها بقوة السلاح فأصبح الجانب السوداني ينظر إليها من هذه الزاوية القضايا التي تتعلق بالحجج التي يمكن أن تطرح لا حرج فيها فلتدعي مصر ملكية هذه المنطقة ولتدعي السودان ملكية هذه المنطقة عندما قال بأن رؤيتنا لحل الحوار أو الاحتكام للمنظمات الدولية طيب في نفس التصريحات يقول بأن نؤمن بأن حلايب سودانية وليس هناك كائن من كان أن يقنعنا بغير ذلك وكأنه يستبق حتى فرضية لو فرضنا جدلا أن الطرفين ذهبا إلى التحكيم الدولي فهو يستبق التحكيم الدولي ويقول بأنه ليس هناك كائن من كان يقنعنا أو حتى بالمفاوضات بغير ذلك بغير سودانية حلايا نعم هذا طالما هو يتحدث بفمه وطالما يطلق التصريحات فذلك أمر مقبول تماما لكن إذا تحدث بالرصاص إذا حدث بالسلاح هنا الأمر يختلف تماما يعني دعني أذكرك فقط بقضية الخلافات بين الصين وبريطانيا في منطقة هونغ كونغ وبين الصين والأرجنتين في جزر الفوكلاند ما الذي حدث؟ عندما حاولت الأرجنتين أن تضع يدها بقوة السلاح على الفوكلاند حركت بريطانيا كل أساطيلها رغم أن المنطقة بعيدة جدا من بريطانيا ورغم أنها جزر صغيرة جدا لكنها اعتقدت أنها قضية شرف هذا الذي حدث في حلايب حلايب فجأة بدون أي مقدمات دخل إليها الجيش المصري وطرد منها الجيش السوداني مع ذا فرقة صغيرة ما زالت تقيحة اسمح لي تحول إلى الدكتور أيمن ليعلق على هذه المقاربة فضل الدكتور يعني الأخوة الأشقاء في السودان يرجعوا إلى اتفاقية السودان الموقعة بين مصر وبريطانيا 1902 ويرجعوا أيضا إلى إدارة السودان للمنطقة 1902 إدارة السودان وليست سيادة السودان ولا السيطرة ولا سلطة الحدود الإدارية الحدود الإدارية بالضبط كده الحدود الإدارية أو الحدود الجمركية أو خطوط الهدنة أو خطوط وقفة لق النار لا تكسب سيادة لأي دولة في الدول العالم في مثال في هذه النقطة دكتور أيمن فيه كان مثلث أو مازال طبعا مثلث إلمي كان إداريا يتبع أو يدار من قبل كينيا وهي الأرض السودانية إلى عام 1956 عندما حصل السودان على استقلاله اعترف السودان بتبعية المثلث إلى كينيا احتراما لقرار قمة منظمة الوحدة الأفريقية التي أشرت إليها في العام 1964 في القاهرة والذي نص على احترام الحدود المرسومة المغروضة من أي من الاستعمال أي أن السودان اعتبر كينيا سيد الكريم سيد الكريم سائلة على المحلث متى تنفذ الحدود الإدارية على أرض الواقع في حالة واحدة إذا كانت متصقة أي ملتصقة بالحدود السياسية الحدود الإدارية إذا خالفت إذا انحرفت عن الحدود السياسية بين الدول اللي هو في الحالة المصرية السودانية خط عرض 22 فالحدود الإدارية ليس لها سند اللي أكد ذلك أحكام أحكام العدل الدولية في قضايا مختلفة وأيضا أحكام التحكيم اللي أنا عايز أقول له أستاذ عمر المسألة الواقعية إدارة السودان إلى هذا المسلس كانت لظروف استثنائية محضة في القرن التسعتاشر لظروف البعد حلاب شلاتين جغرافيا هي ربما تكون أقرب من الخرطوم وأبعد من القاهرة النقطة الثانية منذ 1958 منذ عهد الرئيس عبد النصر وحتى التسعينات اللي هو الضيف بيشير إليها مصر انخرطت فيه 1958 وحدة مع سوريا 1962 حرب في اليمن 1967 و73 حروب مع إسرائيل وإذا كانت مصر استخدامة مهوسية إيه دخل ده في دائم؟ دخل ده في دائم إن الحدود الإدارية إن كون السودان بتدير وبتعمل حتى حين أجرت الانتخابات لأول مرة 1958 بصر رفضت وحتجت الإدارة لا تعني سيادة طيب وهو ما تكرر أيضا ربما أستاذ عثمان في منطقة جنبيلة ويا رب أكوني منطق التسمية بشكل صحيح منطقة جنبيلة كانت تدار من قبل الإدارة الإنجليزية في السودان جنبيلة مظبوط وفي عام 1956 بعد استقلال السودان قام بتسليم جنبيلة إلى إثيوبيا باعتبارها أرضا أثيوبية كانت في وقت ما تدار من قبل السودان فلماذا يعني لا ينسحب ذلك على مسألة حلايب وشلاتين؟ أنا لازلت مصررا على يعني هناك منطق غريبا يعني أسمعوا ما زلت حتى هذه اللحظة إذا كان هناك حجج قوية وأسانيد من الجانب المصري وحتى هذه اللحظة لنفترض أن هذه هي الحقيقة حتى لو كانت هذه هي الحقيقة لماذا لا يتفق الجميع على أن يذهبوا إلى مرجعية أخرى تحكيم دولي للبت في هذه القضية نذهب مرة أخرى إلى نموذج طابة ما الذي حدث في طابة؟ هل طابة كانت مصرية أم إسرائيلية؟ لن تزل كانت مصرية بالفعل وكانت مصرية ونعترف أنها كانت مصرية ما الذي حدث؟ هل أخذت من إسرائيل عنوة اقتدارة؟ أم ذهب الاثنان إلى التحكيم؟ لماذا هناك التحكيم؟ ولماذا هنا وضع اليد بالقوة؟ أنا ما زلت أقول أن التعامل المصري مع هذه القضية هو الذي أوصلها إلى هذا المحق وجعل منها قضية حساسة شوكة في خاصرة العلاقات بين البلدين كما قال مساعد رئيس الجمهورية وستظل كذلك وفي تقديري أن الجانب المصري لا يهي حتى هذه اللحظة خطورة وجود مثل هذه الشوكة لأنها لا تضرب العلاقات بين الحكومات هي تضرب العلاقات بين الشعوب وهذا أسوأ كثير جدا لماذا تصعيد؟ لماذا تصعيد سياسي أو عليك؟ أستاذ عثمان كان يوم الخميس الماضي في زيارة من وفد لمؤتمر الحوار الوطني السياج الفاصل بين مصر والسودان في مثلث حلايب ورئيس الوفد تحدث عن أهمية استعادة الأراضي المقتصبة وأنا أتكلم يعني بنقل حرفيا أهمية استعادة الأراضي المقتصبة إلى حضم الوطن وعلى رأسها حلايب يعني كان هناك اتفاق بين الرئيسين البشير والسيسي على عدم التصعيد في هذه المسألة لماذا التصعيد إذن من جانب السودان؟ سأكون صريحا جدا معك التصعيد هو الخطاب داخلي هو خطاب ليس خطاب موجه لمصر وليس خطاب قارجيا هو يخاطب المشكلات الداخلية ويخاطب كما ذكرت لك الإحساس الشديد المتوفر لدى الشعب السوداني تجاه هذه القضية وحساسيات هذا المنطق وحاجة الحكومة لأن ترسل رسائل للشعب السوداني تقول له أننا لم ننسى حلايب وأننا رغم تحسن علاقات مع مصر ستظل قضية هذا خطاب داخلي ولكن هذا الخطاب الداخلي لن يحل البشكلة في نهاية الأمر ستظل هذه القضية وأطمئنك أكثر السودان ليس لديه الآن أوراق مباشرة على الأرض يعني يمكن بها التصعيد بالمعنى الذي يعني المعنى الأمنية والعسكرية مصر في منطقة حلايب ليس هناك التكافؤ بين القوة بين السودان ومصر لكن المشكلة أنه سينعكس على أوراق أخرى هناك مشكلة مشكلة المياه مشكلة السد النهضة سينعكس هذا التغتر على تلك الأوراق الأخرى لماذا تفرط ربما وتصعد مصر عندما أجرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في حلايب رغم الاتفاق الذي أشرت إليه في سؤالي للضيف السوداني بأنه لا يعني لا داعي للتصعيد في هذه المسألة ليست هذه المرة الأولى التي تحتاج مصر تحتاج مصر على إجراء انتخابات في أرض وقعة للسيادة المصرية المرة الأولى 1958 تحديدا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر حتى لا أتهم أن مصري عنصري متحيز إلى الحقوق المصرية وحاجب دعني سريعا أخرى سريعا لأحكام محكات العددولية حين يكون هناك تباين بين الواقع والقانون في شأن الإقليم محل النزاع ويكون خضعة من الناحية الفعلية كما يزعم الضيف الكريم لإدارة دولة غير الدولة صاحبة الحق فإن الأولى أن يرد الحق إلى صاحب الحق اتنين الخرائط الإدارية لا تتمتع بأي قوة ثبوتية إن خرجت عن الخريطة السياسية ثالثا إن الحق المجرد عن الدليل لا وجود له طيب هو أشار إلى مسألة صد النهضة نهضة هل تعتقد بأن الحكومة السودانية تستخدم هذه الورقة لربما لا أعتقد هذا الحكومة السودانية فهمة ودولة شقيقة وصداقات حميمة بين الدولتين وفي الأول والنهاء وفي الآخر دولتين عربيتين شقيقتين جارتين أشكرك شكرا جزيلا أستاذ القانون الدولي بالجماعات المصرية دكتور أيمن سلامة كما أشكر ضيفي من الخرطوم الأستاذ عثمان المرغني رئيس تحرير جديدة التيار السودانية شكرا جزيلا لكم بعد الفاصل الجزء الثاني من هذه الحلقة لقاءات مع المواطنين مع المشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب لما عرفت أبرز ما يقدمه المعرض هذا العام في دورته السابعة والأربعين ترجمة نانسي قنقر